بسم الله الرحمن الرحيم هو نقدر أستفاد من حركة ميكانيكية في جهاز السدروم بتاع الكمبيوتر اللي زي ده أقدر أستفيد منها أعلى استفادة طيب هتعمل إيه يا سيد محمد هقولك في الشرح دلوقتي هنعمل إيه حبيبي وهنقدر نحول الحركة الميكانيكية دي لجهاز تحكم في أي جهاز عندك في المنزل من أي مكان في العالم وتقدر تشوف بالصوت والصورة أنت تحكمت ولا لا وتقدر تعمل وتعمل سيستم بحيث تقدر تشغل المنزومة أوتوماتيك مش عايزين نطاول بقعة في الكلام ونروح بنا على الشرح يلا بنا على الشرح بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي يا حبيبي عندنا جهاز كمبيوتر ديسك توب مركة ديل أو أي جهاز كمبيوتر أنت حابب تستخدمه في الفكرة بإذن الله هيشتغل معك زي الفول وعندنا جهاز سي دي سي دي لأن السي دي روم أو دي في دي أو أي حاجة موجودة عندك تقدر تشتغل من أي محرك أقراص هتقدر تشتغل عليه طبعا في محرك أقراص عندك اللي هو المضغوط بتاع الجهاز نفسه لأ أنا استغنيت عنه لأنه مش هينفع معايا بنسبة 100% زي الجهاز اللي موجود قدامك طيب فكرتنا هي عبارة عن إيه أولا عندك جهاز سي دي روم أو دي في دي اللي موجود عندك طبعا عايزين نستفاد من الحركة اللي موجودة فيه طيب هو أنا أقدر أحرك السي دي روم أخرجه وأدخله فيه الجهاز من الماوس نقدر نقدر من كلا الماوس طيب هنحتاج إيه لازم يكون عندك برنامج يولترا أيزو تسبت برنامج يولترا أيزو على جهاز الكمبيوتر وطبعا هنفتح كده بالشكل اللي قدامك وهتيجي تحت هنا تلاقي عندك إيه محرك أقراس اللي هو دي في دي تمام هنيجي بقى هنا كده يا حبيب أنا بعدت بالكاميرا عشان يظهر معاك الجهاز ويظهر معاك حركة الماوس والماوس طبعا في إيدي وهندخل من الماوس وهنعمل إيه كليك يمين وهنيجي على يولترا أيزو وهنقول له إيه إخراج إخراج هنقول إخراج تمام زي ما انت شايف الحركة اشتغلت كده في وضع إخراج الاستوانة طيب هنيجي تاني بقى نعمل كليك يمين ونعمل إيه تشغيل تشغيل عشان يبدأ يسحب معايا الاستوانة تاني كده زي الفل كده زي الفل يبقى عرفنا البرنامج وعرفنا النظام هنشتغل بيه ازاي نخدها واحدة واحدة علشان إخواتنا وكل الناس لو أي حد معلوماته على قده يقدر يوصل للمعلومة بقدر مستطع إيه اللي أنا هستفاده هقولك إيه اللي هتستفاده طيب هو أنا أقدر يا أستاذ محمد أحرك السيدروم وأنا من أي مكان في العالم تقدر تحرك السيدروم من أي مكان في العالم باستخدام برنامج تيم فيورا تيم فيورا البرنامج اللي موجود قدامك تيم فيورا أو السهمين دول تيم فيورا هتسبت تيم فيورا على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب وهتسبت تيم فيورا كذلك الأمر على أي هاتف موجود معاك وانت في أي مكان في العالم هتقدر تحرك السيدروم وتخرج وتدخل السيدروم وانت في أي مكان في العالم طيب إيه اللي هنستفاده هقولك واحدة واحدة إيه اللي هتستفاده وتقدر تتحكم في أي جهاز عندك بالطريقة المحترمة وتقدر تشوف كمان من خلال البرنامج بالكاميرا هل السيدروم شغل معايا ولا فصل الجهاز معايا يبقى هنشوف وهتشاهد صوت وصورة تشاهد صوت وصورة طيب كده إحنا هنتحكم هنبدأ بقى في الشغل العملي هقولك هنتحكم من خلال إيه طيب هنجيب معنا سونسور ده سونسور بيعمل بالمجال المغماتيسي قطعة مغماتيس صغيرة ويجهاز السونسور هتقول لك هجيب السونسور ده منين يا سيد محمد هقولك السونسور موجود في أجهزة الماتور بتاع وحدة تحريك اللي بيحرك الطبقة هظهره لك دلوقتي في الصورة علشان تعرف تجيبه منين بالزبط تقدر تجيبه من أي جهاز قديم عندك ماتور وتجيبه ونستفد به ايه اللي بيحصل السونسور ده يا حبايبي لما بوصل الفردتين عليه طرفين وأول ما قرب منه المغماتيس بيشتغل بالمجال المغماتيسي وبيعمل شورت وبيقفل لك الخط ويمرر لك الطيار الكهرباء بكل سهولة طيب معنا حاجة تانية معنا حاجة تانية في عندي ريلي كبير زي كده لو أنا حابب أتحكم في أحمال يعني إيه أحمال يعني لو أنا حابب أتحكم في كهرباء متين وعشرين طيب هنقدر نتحكم هنقدر نتحكم طيب ده شغال ازاي واجيبه منين هقولك فيه منه صغير فيه منه صغير تقدر تجيبه من أجهزة التلفزيون القديمة أو من المنظمات بتاعت الطيار الكهرباء تقدر تلاقيه عندك موجود وتلاقي برضو الصغير وممكن تلاقي حجم برضو في التلفزيون القديم وفي شاشات الكمبيوتر القديمة يبقى كل المكونات متوفرة متوفرة عندي وعندك وعند أي حد طيب ريلي ده وزيفته ايه بياخد اتناشر فيه خطين هو خمسة طرف خمسة طرف الناس اللي بتقول لي بعد إذنك يا عزيز محمد وضح لنا بيشتغل ازاي فيه خمسة طرف فيه طرفين بياخد اتناشر فولت أو اربعة وعشرين فولت بيحول لي الخط يعني ايه بيحول لي الخط يعني الخط ده حضرتك اللي موجود قدامك ده لو 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 هو فيه وضع الفصل يعني ما وصلتش عليه اتناشر فولت ممكن تلاقي الخط ده جاي مع ده عاملك شورت طيب أول ما تدينه هيروح لافف اللفة دي أول ما تدينه الاثناشر وهو فيه الوضع التوصيل على الطرف الأصفر أول ما تدينه الاثناشر هيروح موصل لي على الطرف الأحمد يبقى بيشتغل معايا خطين على حسب استخدامك انت عايز تستخدم مثلا انه في وضع الفصل يكون موصل الطيار اوكي عادي طيب عايز تستخدم مثلا في انك في وضع توصيل الاثناشر فولت يكون في وصل الطيار وجالك على الفردة التانية اللي انت مش موصل عليها اي اطراف تانية يارب يكون الشرح سهل مخوتي يستوعبوا معي علشان نقدر نستمر بإذن الله يبقى أخواتنا حبيبنا يعملوا لايك للفيديو علشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن ونقدر نوصل المعلومة للكل طيب يلا بقى نروح للتسبيت نشوف هنقدر نعمل ايه وهنقدر نشتغل ازاي طبعا معايا لمبة لد معايا لمبة لد نجرب بس الاول سيبك من الفكرة دي وهنجرب على اللد الاول مبدئيا عشان ناخدها واحدة واحدة طبعا لمبة لد زي ما انت شايف بتشتغل طبعا فردتين دي لمبة لد يا حبيبي حد بسألنا عليها برضو موجودة فين عند اي حد بتاع موبايلات هتقدر تجيبها منه لد خمسة فولت لد خمسة فولت خمسة واط بتشتغل بخمسة واط تقدر تشغلها من اي منفذ يو اس بي سواء كان في ريسيفر سواء في الموبايل سواء كان على جهاز كمبيوتر سواء كان على لابتوب سواء كان على باوربان انا بوضح وانا باعتذر للناس اللي بتشتكي ان الفيديو بيبقى طويل بس انا اسف لاني بحاول بقدر المستطاع ان اجاوب على كل الاسئلة اللي بتتكتبلي في التعليقات طيب ايه بقى هنجرب ازاي هقولك نجرب ازاي حبيبي هنقطع الخط ده هنقطع الخط الموجب مثلا نقطع خط الموجب ده اللي قدامك وهنوصله على السنسر هنوصله على السنسر قدامك علشان يبقى الشرح على الطبيعة بسم الله الرحمن الرحيم هنوصل على السنسر كده خدنا طرف على السنسر يا حبيبي اهو وخدنا الطرف التاني على الطرف التاني للسنسر ها شغال بالمجال زي ما انتو شايفين يا حبيبي مجرد ما قرب منه بينور اللمبة مباشرة يبقى كده احنا بقى شغلنا على الحت دي بالذات وهنشتغل كمل معايا الفيديو للاخر وهنبدأ نقفل وهقولك نحط بقى القطع دي فين والسنسر ده نتسبته فين علشان كل الناس تقدر تعملها بالطريقة محترمة طيب خليك معايا ما ترش في اي مكان يا حبيبي بعد التوصيل هقولك عملنا ايه بالذات حنفترض ان دي ان دي ميتين وعشرين فولت طالما وصلناها على الريليه يبقى نفترض ان دي ميتين وعشرين فولت او اي طيار نفترض انها تلاجة اه laboratories اي حاجة انت حاجة تستحكم فيها من اي مكان في العالم حتنا هنوصل الاطراف بماناتكاف ريليه خدنا خدنا طرف من الطيار الميوفان 2020 ثابت ولنفترض ان دي ميتين وعشرين بس عشان نعملك التجربة عليه خدنا طرف من المصدر على اللمبة أو على التلاجة أو على أي جهاز أنت حابت تتحكم فيه في المنزل أو في أي مكان طيب خدنا الطرف الطرف الثاني هنجيبه منينا وأستاذ محمد الطرف الثاني هيجي على الريلي وهيخرجلي من الطرف ده وهيجيني هنا طيب إمتى يخرجلي ويجيني ما اللمبة فاصلة هقولك إمتى يخرج ويجيلك لما ده ياخد أمر بال12 فولت هيبدأ يحول لك الخط من هنا لهنا يبقى ينور لك مين اللمبة طيب معاك مصدر 12 فولت معايا مصدر 12 فولت موجب وسالب ومالشرط يكون موجب وسالب لأنه بيشتغل على أي قطبة فيهم بيشتغل معاك زي الفولت طيب نجرب كده يا سيد محمد نجرب يا حبيبي طبعا السنسور السنسور زي ما انت شايف ثبتناه ثبتناه في مكان وتحت منه المغماطيس زي ما انت شايف مجرد ما بيجي عنده بيقفلك الخط طيب إيه الخط اللي هو هيقفله إحنا نخليها في الـ 12 فولت علشان ما يبقاش فيه حمر ويفضل كمان إنه يكون الخط الاردي طب نديله كده أردي ندي السنسور أردي ندي السنسور أردي ونخلي السنسور كده في وضع التشغيل لإن تحت منه في مجال مغماطيسي طيب في وضع التشغيل إذن هو ممرار للخط وجايبه المين للريليه عندي الـ 12 فولت يبقى نقص فين نقص الفردة التانية طب نوصل زي ما انت شايف زي ما انت شايفين يا حبيبي زي الفولت طيب نوصل كده يا رب الشرح يكون بس واضح لحبيبي بسم الله الرحمن الرحيم نوصل الطرف ونبدأ نشتغل ونتحكم بالهاتف من أي مكان في العالم طيب طب نفصل كده فاصل معايا طب يلا بقى نشتغل من الماوس ونشوف نشتغل من الماوس ونشوف كده هشتغل معايا هنفتح ماي كمبيوتر ونيجي على على الايزو على الايزو ونضغط كليك يمين على ايزو وهنقول له ايه تشغيل تشغيل سحب زي ما انت شايف وشغال مين اللمبة او اي معدة حاب تتحكم فيها طيب هندخل تانا عشان نفصل هقول له ايه اخراج كده فاصل طيب هتقول لنا ممكن اشوف اللي انا بعمله من اي مكان في العالم هقول لك ممكن تشوف من اي مكان في العالم طيب نبدأ نشغل عندنا هنا في برنامج تيم فيورا تيم فيورا سبتنا على جهاز الكمبيوتر زي ما انت شايف طبعا سبتنا تيم فيورا على جهاز الكمبيوتر زي ما انت شايف وسبتنا عندنا على الجهاز بتاع الموبايل طيب نبدأ نفتح تيم فيورا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تيم فيورا هنا بيبحث على الهوية لازم يكون الجهاز متصل بالانترنت لازم جهاز الكمبيوتر يكون متصل بالانترنت طبعا هنا هيظهر لي بقى الهوية وهيظهر لي الرقم السري علشان نقدر من خلاله نقدر نتحكم وهنبدأ نشغاله عندنا كمان في جهاز الهاتف المحمول طبعا ظهر زي ما انتم شايفيني حبابي عمل سيرش وجاب لك الهوية وجاب لك كلمة المرور كلمة المرور دي تقدر من الاعدادات تسبتها تعملها برقم الهاتف تعملها برقم مميز تعملها برقم سابت بحيث ان كل مرة تفتح فيها تيمة فيورة ما يغير لكش الرقم السري يبقى الرقم سابت عندك كل الاعدادات دي والحاجات تقدر تعملها من تيمة فيورة طيب ماشي نبدأ بقى تيمة فيورة على الهاتف الاخر علشان نقدر نديله الرقم الهوية في تيمة فيورة ويدخلنا على جهاز الكمبيوتر طبعا هنا بقول للاي دي عايز الرقم السري اللي هو كام تسعة زيرو تسعة واحد سبعة خمسة تمانية تلاتة تلاتة وهقول له اتصال هقول له اتصال طبعا هيبدأ يتصل لازم الاجهزة تكون متصلة على الانترنت طبعا قال لي الباسورد انا عندي الباسورد هنا مكتوب كام اتنين لأ تلاتة هنقول له اوكي كده بسم الله ماشاء الله زي ما انت شفت زي ما انت شفت كده بدأ يربط على جهاز الكمبيوتر من اي مكان في العالم هنا بقول له عايز تشتغل زي اقول له كده بسم الله واقول له تمام كده انا دخلت على جهاز الكمبيوتر زي ما انتم شايفين حبايبي وجاب لي موس جاب لي موس على الموبايل هاجي كده بقى هاجي كده على جنب عشان يظهر معايا الديسكي توب سطح المكتب بتاع جهاز الكمبيوتر اللي انا رابط عليه من اي مكان في العالم هنشتغل عليه حضرتك هتيجي على مي كمبيوتر وهتدخل وهتعمل ايه هتيجي طبعا هنا على الايزو وهندغط بقى ايه ضغطة طويلة ضغطة طويلة وهتنزل من الموبايل طبعا الكلام د يا حبيبي وهتنزل وتيجي على الايزو وتيجي هنا طبعا وتعمل ايه تقول له تشغيل تشغيل ارجع بقى الورا كده هاتلي التشغيل كله تشغيل انا ضغطت تشغيل كده انا شغلت ونورت اللامبة من اي مكان في العالم هقدر اشوف اللي انا بعمله بالكاميرا تقدر تقدر لو عندك كاميرا تقدر تفتحها وتشوف من خلال التيمي فيورا اللي على الهاتف بتاعك طيب نضغط ضغطة طويلة تاني نضغط ضغطة طويلة تاني ونعمل فصل ضغطة طويلة هيجيب لك الايزو هتدخل على الايزو هتجي هنا للكيمين وتقول له اخراج السي دي طبعا كده عملت فصل كده حبيبي عملت فصل يا ربي بقى المعلومة تكون وصلت لكل اخواته حبيبي ازاي تقدر تتحكم من اي مكان في العالم وهقول لك برضو دلوقتي هتقدر تعمل ايه تاني طيب لو انا حابب اتحكم في جهاز واحد حابب اتحكم في عشر اجهزة تقدر تضيف لجهاز الكمبيوتر السي دي بتوصله بكابل يو اس بي وتقدر تضيف جهازه اثنين وثلاثة وكل جهاز يتحكم في نارة شيء معين طيب في حاجة بقى جميلة جدا ياريت بقى الناس اللي بتشاهد الفيديوهات للاخر هي اللي بتستفاد بالمعلومات باذن الله اقدر يا استاذ محمد ادي امر اقدر ادي امر لجهاز الكمبيوتر ده انه شغل اللمبة في وقت معين ويفصلها في وقت معين اقدر ادي له امر انه شغلها في وقت معين ويفصلها في وقت معين في حد تاني ممكن يقول لي لما النور هيقطع او الجهاز هيفصل الجهاز هيسحب طبعا السيدي روم هيسحب وهيقفل معك وهيوصل خط اوتوماتك لما يعمل عادة تشغيل في برنامج حبيبي اسمه اوتو اوتو باور شات داون اوتو باور شات داون تقدر تدي البرنامج اوامر انه يشغل لك ويخرج لك السيدي روم ويدخل السيدي روم ويعمل المهمة دي الساعة كام وفي وقت امتى ويقدر يقول لك ان الجهاز لو الكهرباء قطعت عنه ويقدر يشغله لك برنامج يطول شرحه وانا مش هادر اشرحه لك لانه طويل جدا لكن انت تقدر تدخل على البرنامج اللي بتقدر من خلاله تعمل سيستم على الجهاز بحس يشغله في وقت معين ويفصل في وقت معين يبقى اصبح عندك منظومة اوتوماتيك تقدر تبرمجها وتزبطها على انها تشغل وتفصل اوتوماتيك وانت مش موجود وكذلك الامر تقدر تدخل من خلال الهاتف المحمول على الجهاز بتاع حضرتك وتقدر تجيب جهاز الكمبيوتر قدامك بالشكل اللي انا جابه على الموبايل وتقدر تشغل وتفصل وتعمل كل نفسك فيه انا اسف لان الفيديو طويل وانا اسف لو نسيت حاجة ما قلتهاش ولا بشكر كل اخواتي وحبيبي وكل المشاهدين وكل المتابعين الناس اللي بتعمل لايك الناس اللي بتشاير الفيديو الناس اللي بتدينا دافع ان احنا نقدر نستمر بإذن الله وفي اخر الفيديو بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته